دعو رئيس عبدالفتاح السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنيين مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب وأشر رئيس السيسي إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية أولا أكونوا فاكرين أنتم إحنا مش حاسين كبناء أدمين وكمسؤولين أن الأسعار حمل على الناس بس والله ما فيه أكتر من كده نقدر نعمل يعني شرحت حاجة واحدة بس في موضوع واحد لو كلمت عن الكهرباء هتلاقي نفس الكلام لو والله النهاردة الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والبترول بالتكلفة الحقيقة والله أنا مش بتكلم على اللي إحنا بندعمهم كلام دي أنا قلته قبل كده أنا بتكلم على حتى اللي إحنا كنا وصلنا أن إحنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبة لولي هي الشراحة كبيرة قوي اللي هي أعلى نسبة استهلاك لو قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين بس أنت بتعمل ده كله منين ما موحدش بيجيب حاجة من جبه مش كده يا دكتور مصطفى مش من جبنا يعني لكن ده من قدرة البلد فأقولي الكلام ده عشان كلنا نتكاتف لأنني ألاحظ أن بعض الناس يعني يقولك ده فرصة أن إحنا نعلل أسعار شوية نكسب نقول مفيش دولار بالعكس ده هو الوقت اللي إحنا فيه يعني يبرز فيه أن إحنا حرسنا على الناس وأن إحنا ما نغليش الحاجة على الناس نتكلم في أكل وشرب وحاجات أخرى